حملة واسم أخنوش إرحل تتصدر محركة البحث على تويتر بالمغرب للشهر الثاني على التوالي رغم الخطط التي لجأ إليها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لاستمالة الشعب حيث أعلن عن تخفضات جديدة في أسعار المحروقات لكن الأمر لم يشفع لأخنوش بالنظر للأزمات التي تمر بها المغرب جراء تدهور القدر الشرائية وارتفاع نسبة التضخم إلى أعلى مستوياتها أكيد سيكون الوضع المستقبلي سيكون منذر لاحتجاجات ومواجهة النظام قوية جدا للدافع لها عوامل أخرى كالتحالف مع الكيان الصيوني وعلاقاته الاقتصادية ومشاكلها ذلك فهي فقط إلا للتغطية على الأزمة التي عشاء النظام أخنوش المهدد بالرحيل قد يستبق الوقت ويعلن عن تعديل حكومي قبل الدخول الاجتماعي يضح فيه بعدد من موزراء قطاعات عرفت موجة احتجاجات وإضرابات متكررة منذ تعيين الحكومة الحالية قبل سنة كاملة الجماعة المغربية رفعت دعوات ورفعت بلاغات أنه تطالب رأس أخنوش شامل مغربي عندما يواجه أو يحتج ضد أخنوش وهو يحتج ضد النظام ملكي لأن يعرفون من يسيطر على السلطة السياسية ومن يدير كله عليه يعرف أنه لا أخنوش ولا الإسلاميين فهم دائما وأبدا هم إلى أياده تنفذ ما يقرره القصر يتعرض رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش المعروف عنه ولاءه للعاهل المغربي وسيطرته المطلقة على قطاع المحروقات في المغرب لحملة انتقادات منذ توليه رئاسة الحكومة حيث طالبته عديد الأصوات بتقديم استقالته خاصة بعد غلقه جميع أبواب الحوار الاجتماعي ومواصلته في سياسة خنق المواطن وتقييد العمل النقابي والنظالي بالمغرب